اعتراض تركي مستمر على مسألة انضمام السويد لحلف الناتو على خلفية الأزمة الوكرانية الروسية ملف كانت أنقرة في البداية تحتج عليه بسبب خلافات مع ستوك هولم بشأن التعامل مع أكراد تصنفهم أنقرة منظمات إرهابية لكن الأمور تعقدت أكثر بين البلدين عقب احتجاجات شهدتها ستوك هولم ضد أنقرة وما جرى مؤخرا في السويد بالقرب من السفارة التركية زادت طين بله ليؤكد الرئيس أردوغان أن لا تعاول ستوك هولم وتتوقع دعما تركيا لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي من الواضح أن أولئك الذين سامحوا بحدوده مثل هذا الفعل الشنيع أمام سفارتنا لم يعد بإمكانهم توقع أي صدق منا فيما يتعلق بطلبهم للانضمام إلى الناتو أنتم تتركون هذه المنظمات الإرهابية تتحرك بحرية في شوارعكم ثم تتوقعون دعمنا للانضمام إلى حلف الناتو هذا لن يحدث ورغم الموقف التركي الصارم ترى أنقرة أن كل تقدم محتمل بشأن مسألة الانضمام هو رهن بموادرات سويدية لتسليمها أشخاص تتهمهم أنقرة بالإرهاب أو بالمشاركة في محاولة الإنقلاب الفاشل في العام 2016 واشنطن دخلت على خط الأزمة مجددة تأكيدها على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس جاهزية انضمام الدولتين للحلف نحن ندعم بقوة ترشح فنلندا والسويد للناتو البلدان مستعدان للانضمام إلى الحلف بسبب قدراتهم العسكرية شركتنا الأمنية مع فنلندا والسويد طويلة الأمد والتي ترجع إلى عقود نحن نتدرب ونتعاون معا ونتشارك أيضا المعلومات معا حلف الناتو الذي ظل يراقب الوضع عن كثب خرج أمينه العام لينتقد الموقف التركي ويشدد على ضرورة أن لا تفشل عملية المصادقة على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف حيث لم يتبقى سوى البرلمانين التركي والمجاري لكي تصبح العضوية ناجزة ويمارس الغرب ضغوطا على تركيا في هذه المسألة خاصة الأوليات المتحدة التي اشترطت موافقتها بإتمام صفقة بيع مقاتلات F-16 لأنقرة بموافقتها على انضمام السويد وفنلندا للناتو في وقت تحذر موسكو من عواقب انضمام الدولتين على أمنهما والأمن الأوروبي بشكل عام